تعلمتم في فيديو سابق طريقة كتابة تعبير ثابت الاتزان لتفاعل ما. في هذا الفيديو ستتعلمون طريقة حساب الرقم الهايدروجيني PH لمحلول حمض ضعيف بمعرفة ثابت التأيون لذلك الحمض. أمامكم هذه المعادلة التي تمثل تأيون الحمض HX. في هذه المعادلة الرمز HX يمثل صيغة عامة لحمض. يمنح هذا الحمض آيون هايدروجين لجزء الماء H2O. فيتحول جزء الماء إلى آيون الهايدرونيوم الموجب H3O+. ويتحول الحمض إلى القاعدة المرافقة X-. هذا تعبير ثابت الاتزان. يسمى ثابت اتزان الحمض بثابت تأيون الحمض ونرمز له بالرمز K-A. تعلمتم سابقاً أن قيمة ثابت التأيون لحمض ضعيف أقل من واحد. هذه قائمة لثلاثة أحماض ضعيفة. وهي حمض الهايدروفلوريك ورمزه HF، حمض الأسيتيك وحمض الميثانول. وهذه الأرقام هي قيم ثابت التأيون لكل منهما. لاحظوا أن حمض الهايدروفلوريك لديه أعلى قيمة ثابت تأيون بين هذه الأحماض الثلاثة. هذا يعني أنه على الرغم من أن جميع هذه الأحماض ضعيفة إلا أن الهايدروفلوريك هو أقواها لأن ثابت التأيون الخاص به هو الأعلى قيمة. ثلاثة فاصلة خمسة ضرب عشرة أسالب أربعة أكبر من واحد فاصلة ثمانية ضرب عشرة أسالب خمسة. وهذا يجعل الهايدروفلوريك أقوى من حمض الأسيتيك وحمض الأسيتيك أقوى من الميثانول. تعلمتم أيضاً أنه لتحويل هذه القيم إلى أرقام يسهل التعامل معها، يحسب الكيميائيون سالب لغارتم كل منها. الرمز PKA يشير إلى سالب لغارتم ثابت تأيون الحمض K.A. مثلاً، لإيجاد قيمة PKA لحمض الميثانول، تحسبون سالب لغارتم ثابت التأيون الخاص بالميثانول. ويساوي سالب لغارتم 2.9 ضرب عشرة أسالب 16. تستطيعون استخدام الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج. سالب لغارتم 2.9 ضرب عشرة أسالب 16. يساوي 15.54 بعد التقريب. اكتبوا قيمة PKA لكل واحداً من هذه الأحماض. في سطر الميثانول، اكتبوا 15.54. ولو حسبتم PKA لحمض الأسيتيك، ستجدون أنه يساوي 4.74. وللميثانول يساوي 3.46. لاحظوا أنه بالانتقال من أسفل إلى أعلى في هذا الجدول تزداد حموضة الجزيء. الهايدروفلوريك هو أقوى هذه الأحماض الثلاثة، حيث لديه أعلى ثابت تأيون K-A. لكن لاحظوا أن لديه أقل قيمة PKA. تستنتجون أنه كلما قلت قيمة PKA تزداد حموضة الجزيء. 3.46 أقل من 4.74. إذن الهايدروفلوريك أكثر حموضة من الأسيتيك. والآن لنحل مثالاً على حساب الرقم الهايدروجيني P-H. المطلوب منكم هو حساب الرقم الهايدروجيني P-H لمولارين واحد من محلول الخل في الماء، وهو محلول حمض الأسيتيك في الماء. أولاً، اكتبوا معادلة تفاعل الحمض والقاعدة. يتفاعل حمض الأسيتيك CH3COOH مع الماء. يمنح الأسيتيك أيونهايدروجين للماء. فيتحول الماء إلى أيون الهايدرونيوم الموجب H3O+. وينتج أيضاً أيون الأسيتات السالب. وصيغته الكيميائية CH3COO- وهو القاعدة المرافقة لحمض الأسيتيك. قبل أن تبدأوا بحل المسألة، افترضوا أن كمية الأسيتيك هنا تساوي 100 جزيء. ولم يتفاعل أي منها، أي أن أيونات الهايدرونيوم الناتجة تساوي صفر. وآيونات الأسيتات الناتجة تساوي صفر أيضاً. تعلمون أن الأحماض القوية تتأين بالكامل، أي بنسبة 100% تقريباً. لكن الأسيتيك حمض ضعيف لا يتأين بشكل تام. حسناً، في المثال لدينا، افترضوا أن جزيء واحد يتأين ويمنح أيونهايدروجين للماء. في هذه الحالة، تفاعل جزيء واحد من هذه الجزيئات المئة. اكتبوا ناقص واحد هنا. ونتيجة لهذا التأين، ينتج أيون أسيتات واحد. اكتبوا زائد واحد هنا. ولهذا السبب، بإضافة أيون هيدروجين واحد للماء، تحصلون على جزيء هيدرونيوم واحد. اكتبوا زائد واحد هنا. يبقى لديكم بعد التأين تسعة وتسعون جزيء أسيتيك، وجزيء هيدرونيوم واحد، وجزيء أسيتات واحد. وهذه هي الطريقة التي سنتبعها في إيجاد التراكيز. ابدأوا بقيمة التركيز الابتدائية للمحلول، وسنرمز القيم الابتدائية قبل التفاعل بالرمز آي، وهي مولار واحد من محلول الأسيتيك في الماء. حسناً، لو سألتكم ما هو تركيز هذا الجزيء، وما هي تركيز الآيونات الناتجة عن تأينه قبل التفاعل؟ تركيز حمض الأسيتيك يساوي واحد قبل التفاعل. لم يتأين أي جزيء من كمية الأسيتيك المتوفرة، وعليه يكون تركيز آيونات الهايدرونيوم يساوي صفر، وتركيز آيونات الأسيتات يساوي صفر أيضاً. والآن اكتبوا قيمة التغير في تركيز هذه المواد بعد التفاعل. ارمزوا لهذه القيم بالرمز C. افترضوا أن كمية الأسيتيك التي تفاعلت تساوي X. اكتبوا X هنا. إشارة هذا المقدار سالبة، وهي تعني أننا سنفقد هذا المقدار من الكمية الأصلية أثناء التفاعل. وفي الناتج سنحصل على نفس المقدار من آيون الأسيتات السالب. لذا، اكتبوا هنا موجب X. كما سنحصل على نفس المقدار من تركيز آيون الهايدرونيوم الموجب. اكتبوا موجب X هنا أيضاً. حسناً، ماذا عن تركيز هذه المواد بعد التأيون عندما يصل التفاعل إلى حالة التزان؟ ارمزوا لهذه القيم بالرمز E، وهي تركيز المواد عندما يكون التفاعل في حالة التزان. في تلك الحالة، فإن تركيز حمض الأسيتيك يساوي 1 ناقص X. أما تركيز الهايدرونيوم فيساوي X. وتركيز الأسيتات يساوي X أيضاً. الآن اكتبوا تعبير ثابت تأيون الحمض. ثابت تأيون الحمض K-A يساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. ويساوي تركيز الهايدرونيوم ضرب تركيز الأسيتات. مقصوماً على تركيز حمض الأسيتيك. تذكروا أننا نستثني تركيز الماء من تعبير ثابت الاتزان. عوضوا القيم التي أوجدتموها قبل قليل. تركيز الهايدرونيوم يساوي X. ضرب تركيز الأسيتات ويساوي X أيضاً. وفي المقام اكتبوا تركيز الأسيتيك وهو 1 ناقص X. هذا التعبير يمثل ثابت تأيون حمض الأسيتيك. رأيتم هذه القيمة في بداية الفيديو في هذا الجدول هنا. ثابت التأيون للأسيتيك يساوي 1.8 ضرب 10 أسالب 5. عوضوا هذه القيمة في هذا التعبير. ثم حسبوا قيمة X. هذه معادلة تربيعية من الدرجة الثانية. ولجعل حسابها أسهل، تستطيعون تصور قيمة X كقيمة صغيرة جداً. وهذا يعني أن 1 ناقص X سيساوي تقريباً 1. لأن قيمة X هنا لم تغير شيئاً من قيمة 1. وعليه يصبح هذا التعبير كالآتي. 1.8 ضرب 10 أسالب 5 يساوي X تربيع على 1. لمعرفة قيمة X عليكم حساب الجذر التربيعي للجزء الأيسر من التعبير. استخدموا الآلة الحاسبة لمعرفة النتيجة. الجذر التربيعي لـ 1.8 ضرب 10 أسالب 5 يساوي 0.0042 وهذه هي قيمة X. تمثل X هنا تركيز الهايدرونيوم. لديكم قيمة تركيز الهايدرونيوم في هذا المحلول. والآن تستطيعون حساب الرقم الهايدروجيني pH وهو المطلوب منكم في هذه المسألة. تذكروا أن pH يساوي سالب لغاريتم تركيز الهايدرونيوم ويساوي هنا سالب لغاريتم 0.0042. جدوا هذه القيمة باستخدام الآلة الحاسبة. pH يساوي 2.38 وهذا هو الرقم الهايدروجيني لمحلول الخل في هذا المثال. إذن تعلمتم في هذا الفيديو مثالاً على حساب الرقم الهايدروجيني لمحلول حمض ضعيف بمعرفة قيمة ثابت التأيون لذلك الحمض. ترجمة نانسي قنقر